اشتركوا في القناة مفهوم؟ ولذلك أخطأ في المسائل الله مستعى فقال أنا متكدر هذه المسألة بالأكدرية وقال لأنها كدرت يعني غيرت على زيد رضي الله عنها المذهب وما هي المسألة؟ صورة المسألة زوج وأم لا جدة صاحب الثلث وأخت شقيقة أولي أب وجد زوج لا زوجة أم لا جدة وأخت شقيقة واحدة أولي أب وجد المسألة من ستة الزوج يأخذ النصف ثلاثة الأم تأخذ الثلث اثنان يبقى معنا واحد صح؟ المفروض يأخذ الجد على ما قلنا قالوا هنا لا نعطي الأخت كم الباقي نعطيها النصف كم؟ ثلاثة ثم تعول المسألة ثم نقسم والمهم يعني إشكال كبير ويعاية بها يعاية أي يلغز بها وقال ماتت امرأة وارتركت أربع من الورثة الأول أخذ ثلثة تركة والثاني أخذ ثلثة الباقي والثالث أخذ ثلثة الباقي والرابع أخذ الباقي تمام؟ انتبه معي المسألة من كم؟ 27 ألف اعتبرها ثلثة 27 تسعة تسعة للزوج بقي من السبع عشرين كم؟ إذا أخذنا التسعة ثمانة عشر ثلثة ثمانة عشر ستة أخذته الأم نقص ستة من ثمانة عشر اثنى عشر ثلثها أربع والباقي ثمانية للجد والأربع للأخت الشقيقة هذا يعاية بها ثلث المال ثلث الباقي ثلث باقي الباقي والرابع الباقي مفهوم؟ مرجوحة وانتهى الأمر نعم قال والأخت لا فرض مع الجد لها والأخت لا فرض مع الأخت شقيقة أو لا لا فرض مع الجد لها عندنا أخت شقيقة أو لا وجد فيما عدا مسألة نكملها يعني نكمل المسألة بالزوج والأم مفهوم؟ نعم فيما على مسألة كملها من؟ نعم زوج وأم وهما تمامها زوج وأم إذن هذه المسألة صورة المسألة زوج لا زوجة أم لا جدة أخت شقيقة أو لأب وجد نعم فعلن خير أمت علامها نعم تعرف يا صاحبي أكثرية تعرف يا صاحبي أي يا صاحبي هذا تلخيم تعرف التلخيم تلخيم يقول ابن مالك رحمه الله يقول تلخيم أن يحذف آخر المنادة كياسعى فيما ندعى سعادة مفهوم تلخيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش مفهوم يعني ناديه هذا تلخيم نعم طيب المهم أنا أمشي تعرف يا صاحبي بالأكثرية تعرف يا صاحبي بالأكثرية لأنها كدرت وغيرت على زيد رضي الله عنها المذهب نعم وهي بأن تعرفها حليا حليهم بك أن تتعلم هذه المسائل نعم النصف لها والسدس له النصف لها والسدس له تجمع تجد المسألة عالت ثلاثة للزوج واثنين للأم وثلاثة للأخت وواحد للجد تجدها وصلت إلى تسعة ها كيف جاءت 11 ما تجي 11 ثلاثة 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 الزوج واثنين الأم واحد الجد كم هذه ستة وثلاثة للأخت تغلطونا يا أخوان من أول يقول تسعة تقولوا عشر أحد مفهوم تمام عالت إلى تسعة من ستة وارتفعت إلى تسعة ثم يعودان للمقاسمة تضرب التسعة في ثلاث سالة من سبع وعشرين الزوج أخذ تسعة ثلث ثلثة المال والأم أخذت ستة ثلثة الباقي والأخت أخذت ثلث باقي والجد أربعة والجد أخذ ثمانية الباقي نعم عول هذا يسمى عول وسأتينا إن شاء الله تعالى نعم يقول لا تفهم تحفظ مثل الأكدرية الأكدرية والمشركة والعمرية العمريتان هذه تحفظ مفهوم نعم واشكر ناظمة واشكر ناظمة يا أخي نعم جزاها الله خير نعم